اشتركوا في القناة 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 لا يكلمك الناس الا بفصاحة لسان سبحان من اجر الفصاحة على ألسنتهم في هذا المكان الطيب وفي دوحة جميلة تحت النخيل والماء الجاري من الجبل عندنا احد الشعراء الكرام يريد ان ينشد لنا قصيدة من اللهجة الحسانية خليل والمولاي يا نو راحب بالشاعر وتفضل كلمة قصيرة ولكن الضيح ما قدوا يكونوا نضيبوا بشي من الشعر الحساني والله الشعر العربي قدت عبد العزيزي ليني الجيت لمشقلان معاك عيان باهلك عنك شور الكويت وهلك الكبار همورتا باهلك عنك شور الكويت وهلك الكبار همورتا طبعا ام الشغلان هذا اسم المكان انا ما فهمت الا ام الشغلان وكويت ومورتان لكن واضح ان طبعا اللهجة الحسانية هي عربية فصيحة لكنها كاللهجة دارجة عندنا قد تفم احيانا ولا فهو يتكلم يقول يعني نرحب بك بام الشغلان اللي هو اسم المكان الذي جئت به من الكويت الى مورتان صح؟ عندك اهل في الكويت واهلك الكبار اه عندك اهل في الكويت واهل الكبار في مورتان لا ما شاء الله جميلة صح لسانك هنا عاد ترى مو على طريقة الخلفاء قديما عطوه الف دينار ولا احنا على باب الله فلا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال ولا يمكن لأي رجل خليجي ابدا ان يجهل فضل العلماء المورتانيين على اهل الخليج فعلماء مورتانيا او علماء شنقيض كما كانوا يعرفون من قبل كثير في بلاد الخليج ولهم اثر كبير ليس وليد الساعة فمنذ اكثر من مائة سنة وعلماء شنقيض يفدون على بلاد الخليج لم تكن مشهورة شهرة كبيرة بدأ تاريخها منذ القرن الثامن الهجري تقريبا واشتهرت من امرين الامر الاول لكونها على طريق الحج فصارت قوافل الحج تخرج منها ثم لان اهلها صاروا بعد ذلك من كبار العلماء وهم من اشهر القبائل المعروفة في مورتانيا القبائل الشنقيطية او لنقل بعثات الحج والقوافل الحجازية التي كانت تخرج من شنقيط والتي صارت تعرف بعد ذلك بالرحلات الشنقيطية صار لها اثر كبير ليس في مورتانيا ولا في بلاد المغرب فقط وانما في الحجاز يعني اليوم حجاج مورتانيا قد يصلون الى ما يقرب من الفين حاج مع سهولة المواصلات في ايام الرحلات الشنقيطية كان يصل عدد الحجاج الى ما يقرب من خمسة الاف حاج سنويا حتى انهم كانوا يقولون ربما خرج من كل منزل حاج حتى لا يبقى احد في شنقيط الا وقد خرج الى العج وتعدى نفع الشناقطة من كونهم اهل رحلات حج الى كونهم علماء ينتفعوا بعلومهم وينهل الناس من علومهم لما تميزوا به من سعة في العلم وقوة في الحظ وقدرة على الاستدلال والاستنباط فليس علماء الشنقيط او علماء مليتانيا كما يسمون اليوم آلة تحفظ من غير ان تدرك ابدا وحاشاهم من ذلك فقد آتاهم الله عز وجل قوة في الحظ وقوة في الاستدلال ومن جالسهم عرف لهم فضلهم الاخ محمد المختار اخرني وجوعني وتعبني وعندنا السفر وقال مستحيل تروح اللي لما تمر المقيل في ام الشغلان واشغلنا شغلانا بام الشغلان انهم وصلنا ام الشغلان فوجدت اشياء غريبة كثيرة جدا اول شيء عطوني البندي قال عشان ارمي اصيد وانا لا اصيد وعصورا فضلا اصيد ارنبل والامر الثاني ما شاء الله المكان جميل جدا وحولنا ماء جاري الظهر ينزل من الجبل ثم وجدنا هذه الخيمة الجميلة الاجمل من الخيمة النفوس الطيبة الموجودة عند هؤلاء الكرام الطيبين عندهم سماحة في النفس وكرم وطيب معشر وعص الخلق واغرب شيء لا تستغربونا الاخ الحبيب هذا اللي قاعد على يميني هذا عندهم العادة ان الكلفة تسقط بين الناس ما في رسميات فالواحد ياخذ راحته فيها الجلسة هذه اول يوم جلست كنت هذا ليش الاخ واحد حاط رجل على رجل واحد متكي من سدي على هذا فاستغربت هذه الجلسة قالوا بالعكس انت لكونك جالس الجلسة هذه انت الان متكلف بعيد عن روح المرونة الموجودة فاذا حطت رحلك عند اهل موريتانيا فستجد امورا كثيرة من اهمها الكرم والكلفة الساقطة بين الاخوان واما البنادق هذه يبنى لها القنص وانا جاي هنا اوثق تاريخ ما جئت من اجل القنص الشعب الموريتاني شعب كريم مضياف فالناس هناك على فقرهم وحاجتهم وشدة عوزهم يتنافسون في دعوتنا الى اماكنهم واذا جئناهم لم نجد عندهم الا ملذوذ الطعام والشراب على عسر وشدة فيهم مما يدل على النفس العربية الكريمة المتجذرة فيهم ومع مجاورتهم لكثير من القبائل الزنجية القادمة من جنوب افريقيا الا انهم ما زالوا محافظين على عروبتهم مفتخرين بها فالشعب الموريتاني شعب عربي بامتياز والقبائل الموريتانية قبائل عربية قد هاجرت منذ قرون قديمة الى موريتانيا ومما يدل على ذلك عنايتهم بانسابهم واحسابهم ومعرفتهم لذلك معرفة تامة من الاشياء الغريبة التي رأيتها في بعض مساجد موريتانيا انه توضع مثل الحجارة من اجل التيمم يتيمم بها بعض الناس وليس كل الناس الناس الحمد لله الان يتوضعون لكن يوجد من يتيمم بها احيانا وقد ذكر هذا ايضا الرحال الشيخ محمد العبودي انه استغربها عند بعض الناس فسأل بعض الاخوة عن ذلك وان الله عز وجل قد قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فقالوا الناس يأخذون ببعض الاقوال لا شك ان هذه العادة التي ما زالت موجودة في موريتانيا الان ارجو ان لا تثير الاستغراف لانها مستوحاة من طبيعة الناس البيئية الناس اكثرهم كان يعيشوا وما زالوا ايضا يعيشون في الصحاري والماء عندهم نادر جدا فالماء النادر القليل يستخدمونه في شرب المياه ولذلك كثيرا في الصحاري ومناطق البادية يتيممون مع وجود الماء لاقتصارهم في الماء على الشرب انتقلت هذه العادة الى بعض المدن الرئيسة مثل نواكشوت فما زال بعض الناس يتيممون مع وجود الماء اما لخوفهم من ندرة المياه او لان هذه العادة صارت عبادة عند بعضهم لم تخلوا لقاءاتنا مع الاخوة الموريتانيين من الطرافة فنحن المشارقة نسمع بان المرأة الموريتانية قوية الشخصية جدا ولذا فهي تتبوأ المناصب الرفيعة فما وجدنا شيئا يخالف العادات والتقاليد فضلا عن ان يخالف الشريعة الاسلامية من الاشياء التي نلاحظها في اثناء جولتنا في افريقيا ان المرأة في افريقيا يختلف طبيعة التعامل معها من بلد الى اخر وهذا ليس في افريقيا فقط بل حتى في العالم كله فبعض الدول وحتى الحضارات السابقة تمتهن المرأة تحتقرها لا تعدها شيئا بل قد تعدها حتى من سقط المتاع وبعض الناس والدول تقدس المرأة او تحترموا احتراما كبيرا جدا من الاشياء الغريبة التي وجدتها في موريتانيا ان المرأة عندهم محترمة جدا في احد العلماء عندنا في السعودية اسمه الشيخ محمد العبودي هذا رحالة كبير فيحدث عن احدى النواحي الافريقية القريبة من موريتانيا يقول لما ابطل نظام الرق غضب غضب شديد قالوا لا ليش زعلانت قال يعني كيف اتخيل زوجتي تعيش بلا جارية قال لا يا اخي قد ابدا لك الله غير الجارية عندك خادمة اجيرة تدفع لها شيء تطبخ لك تنظف لك تكنس لك ترتب امورك وامور البيت قال لا الجارية عندنا هذا شيء غريب صراحة الجارية يعني هي الامة المملوكة الجارية عندنا تدخل مع زوجتي في دورة المياه في الحمامة جلكم الله وتنظفها الجارية عندنا تهمز زوجتي طول اليوم الجارية فصار يقول حتى وصل بالامر ان الجارية عندنا تخلل اسنان المرأة طبعا هذا حتى ولو كانت امة مملوكة لا ينبغي امتهانها تبقى هي انسان لكن هذا يدل على المبالغة الموجودة عندهم عموما تبقى موريتانيا كغيرها لكن استطاعت المرأة في موريتانيا ان تكسب لها قوة شخصية في بيوت كثير من الرجال على الاقل ان تكون محترمة ودير باكم يا جماعة التزوجون من موريتانيا بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجاة وأعيونهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلاة وغير جمال الحياة هدى وطيب المقام وفيح الغمم لذا شعى نور الهدى واليقين وما خلف المسلمون العظام وفيح الظلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة